قدم وزير العلوم والجامعات البريطانية سام جيمة استقالته من الحكومة البريطانية ليصبح بذلك سادس وزير يقوم بذلك احتجاجا على مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وقال جيمة الذي كان من الداعمين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إن على رئيسة الوزراء عدم استبعاد احتمال إجراء استفتاء ثاني وكانت تريزا مي قد قالت في مقابلة صحفية سابقة إن جهودها تنصب حاليا حول إقناع البرلمان البريطاني بالتصويت على اتفاق بريكزيت المبرم مع الجانب الأوروبي عضو جديد يستقل من حكومة تيريزا مي سام جيمة وزير العلوم والجامعات البريطانية استقال احتجاجا على خطة انسحاب مي عن الاتحاد الأوروبي ضربة أخرى تتلقاها مي جاءت هذه المرة عبر سام جيمة الذي يقول إن خطة مي ستفقد بريطانيا صوتها وحقها في استخدام الفيتو واصفا الاتفاق بأنه إعداد للفشل وإنه ليس في مصلحة بريطانيا الوطنية مي التي تحاول إقناع حزبها باتفاقية الخروج تتلقى الانتقادات والضربات من كل حدب وصوب لكنها مجغولة في قمة العشرين بعقد اجتماعات مع قادة الدول محاولة فتح قنوات تجارية مستقبلية لبريطانيا عندما نغادر الاتحاد الأوروبي سنكون قادرين على الدخول اتفاقيات تجارية كمملكة المتحدة ونحن نتطلع لأن نكون قادرين على مناقشة الانضمام في اتفاقية شاملة وتدريجية للشراكة عبر المحيط الهادي معكم ومع الأطراف الأخرى اليابان وبريطانيا يبقيان قويان في الدفاع عن القواعد الدولية في التجارة الدولية الحرية لقاءة مي المستمرة مع القادة في قمة عشرين تحاول فيها إبعاد شكوك الفشل عن خطتها في اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لكن يبقى عليها إقناء حزبها وحكومتها المشككة في الاتفاق والمطالبة بعدم استبعاد إجراء استفتاء ثان تنضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتورة رانا خالد الباحثة في منتدى صنع السياسات دكتورة خالد أهلا بكي هل نجحت مي بتسويق بريكزيت في الأرجنتين بين القادة التي هم مع المسؤولين اليابانيين وربما غيرهم فيما هنا استقالة وهي ليست الاستقالة الأولى كيف تحاول أن تبقى ثابتة في موقفها؟ الحقيقة لا يوجد جواب قطعي بمدى نجاح أو فشل تريزمي لحد الآن في تسويق فكرة البريكزيت عن طريق اتفاق لا تزال لديها فرص ولا تزال لديها بعض التكتيكات التي تزعم أنها ربما تغير من مواقف نواب البرلماني البريطاني من هذه التكتيكات رغبتها في أن تقوم بتجولة في المدن البريطانية سكوتلندا وويلز وأيرلندا وهي ترغب من خلال هذه الجولة أن تخلق رأي عام ممكن أن يؤثر على نواب البرلمان البريطاني أيضا لديها أي محاولة أخيرة وهي المناظرة مع جيرمي كيربين وهذه المناظرة تأمل منها أن تكون شخصية كيربين وأخطاء في الطرح بأن تضعف وجهات النظرة المضادة للبركزيت لهذا لا نستطيع أن نجزم حتى وإن كان هناك سلسل الاستقالات هناك ضغوط داخل حزبها مقالة بورس جونسون الذي وصف مسيرة التفاوض مع الأوروبيين بأنها وصفها بوصف التذلل بسخاء وهذه كانت جملة قوية جدا أنها طريقة مهينة ليس هكذا أرادوا الخروج من صوتوا للخروج إذن بما أنك ذكرت بورس جونسون لماذا مي وهي من الذين كانوا مؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لماذا لا تخرج من هذا الموقع الصعب التي تجد نفسها فيه ويأتي شخص مثل بورس جونسون وهو من الذين كانوا راغبين بخروج بريطانيا ويقود هذه المسيرة دعم الأمر ليس بهذه البساطة هناك كوازنات حزبية وهناك تكتيكات سياسية وهناك المسيرة التاريخية لحزب المحافظين المسيرة التاريخية لفكرة البريكزيت هناك الصراع وهناك الرغبة في فرض قوة بريطانيا ويبقاها دولة قوية داخل الاتحاد الأوروبي وهذا لا يتم من خلال التنازل أو الاستسلام تريد زمي شخصية قوية هي لديها فكرة وخاضت مسار طويل من المباحثات مع الأوروبيين نعم هناك أخطاء كثيرة في مسيرة البريكزيت هناك أخطاء هي ارتكبتها ومن أهمها أنها لم تشرك الجميع في المفاوضات من الأخطاء أيضا أنها اليوم تطلب دعم الرأي العام اليوم تطلب شرعية شعبية شرعية شعبية اليوم تطلب من نواب البرلمان بأن يقوم بإسناد خطتها هذا الأمر كان يجب أن يتم قبل حتى أن تذهب إلى بروكسل لهذا الأمر ليس بهذا البساطة ليس أنها تترك جناح حزبها الدعم وهي لديها بالمناسبة رغم كل هذه الضجة الإعلامية لكن لا تزال لديها أغلبية داخل حزبها تدعم برنامجها الفرق الوحيد أن بوريس جونسون قدم فكرة ثورية للخروج من اتحاد أوروبي وهذه الفكرة الثورية لا قد صدى في الشارع أن نخرج بقوة وبدون اتفاق وأن نعتمد على قوة الاقتصاد لدعم فكرة الخروج وهنا نجد شركاء جدد ليس من الشرط أن يكون الولايات المتحدة إذا كانت تيريزا ميل ضعفت أو لم تستطيع أن تجلب ترامب إلى فكرتها هو قدم شركاء جدد في أمريكا اللاتينية من الأرجنتين وهو يقول بأن هؤلاء الشركاء يمكن لهم أن يقفوا بصف بريطانيا ويمكن أن يدعموا لبريكزيت لكن هم يطلبون أن يتخرج بريطانيا كليا من شراكتها مع الحلفاء الأوروبيين وطبعا هذا كلام لعب بالكلام ولكن أيضا لا يملك رؤية صلبة لا يملك رؤية صلبة شكرا جزيلا لك دكتورة رانا خالد الباحثة في منتدى صناع السياسات أهلا بك مشاهدين إذن وصلنا إلى ختام الساعة